ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لقد قضينا في الأسابيع الماضية في الحديث عن حقوق الرجل على المرأة وأطنبنا فيها وأسهبنا أما اليوم فنتحدث عن حقوقك أيتها المرأة من جهة أخرى عن حقوق الرجل عليك وماذا يجب عليك أيتها المرأة تجاه هذا الرجل الذي أكرمك الله عز وجل بالاختران به والذي بنيت صرح تفكيرك وآمالك عليه والذي اقترنت معه في هذا العش وفي هذا البيت لتستقر حياتكما على هدي ونور وطاعة وإيمان وبركة وخير فيما إذا كانت على نهج النبي عليه الصلاة والسلام إن كثيرات من النساء أيها الإخوة لا يدركن مدى حق هذا الرجل ومدى مكانته فإن مكانته عظيمة فهو السيد في هذا البيت وهو الأمير الذي يجب على المرأة تجاهه أن تلين له باللخص وأن تكون له طائعة والمرأة التي يكرمها الله عز وجل بأن تتفضن لحقوق زوجها هي المرأة التي تكون زوجة فاهمة ناجحة وأم مربية رابحة وتعالوا بنا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه صلى الله عليه وسلم يقول لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولكم أن تتصوروا ما مدى هذا التقديس والتعظيم وتعالوا إلى ابنة سعيد بن المسيب رحمهما الله تعالى إذ كانت تقول إن إحدانا عندما تكلم زوجها تكلمه كما يكلم الأمراء فعلى المرأة التي تريد من بيتها أن يكون جنة عليها والتي تريد من زوجها أن يكون روضة وأن يكون فرحاً وسروراً وبهجة على حياتها عليها أن تبحث في القواميس وأن تختار له الكلمات الجميلة الحلوة تختارها وتنتشلها من بين الألفاظ الواسعة الكثيرة حتى تكسب قلب زوجها حتى تكسب حياتها معاً حتى تكسب هذه الحياة الاجتماعية وعلى الأم والأبي أن يعطي بناتهما دروساً في هذا وحذار أيَّذها المرأة أن تسمعي للوصايا المنحرفة من أمك من أمك والتي لا تهددي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ففي البيوت يا إخوتي آلام وفي البيوت يا إخوتي جراحات وأحسان وبكاء سبب ذلك موقفٌ من مواقف أم الزوجة عندما ودعت ابنتها على أبواب الدخول في هذا البيت الجديد فترى أم الزوجة تفهم ابنتها وتوعيها على قول بعضهم فتقول احذري يا بنتا احذري أن تضعي له كلمةً احذري أن تسمعي له الكلام بسرعة فإنه يطمع فيك بل كوني أمامه صخرةً كأتاء في هذه الحياة فإذا ما قال قولاً فناقشيه وخذي وهاتي معه أطراف الحديث احذري أن تليني له من أول الأيام ولتعلم هذه الأم أنها بهذا القول قد قوضت هذا البيت وقوضت بيت ابنتها وقد جعلته عليه جحيما وجعلته عليهما جحيما فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث النساء جميعا ويحث الأمهات جميعا على أن يوصين بناتهن أن يكن طائعات لينات بين يدي أزواجهم فعليك أيها المرأة أن تكوني لزوجك كما أوصت تلك الأم ابنتها عند فراقها لبيت أبيها وأمها فقالت كوني له أرضاً ذليلة يكن لك سماءاً ظليلاً هكذا يا إخوتي يجب على الأمهات أنتوا أن يوصين بناتهم ولذا فكثير من الأزواج عندما يأتون إلى بيوتهم يشعر بالنكث ويرى الوجه العبوس ويرى الحياة التعيسة وذلك لأن زوجته لم تحسن عسرته ولم تحسن طاعته ولم تحسن الكلام أمامه كثير يا إخوتي ويا أخواتي أولئك النساء اللواتي لا هم لهن في هذه الحياة إلا شهواتهم ولا هم لهن إلا مطالبهن ولا هم لهن إلا أن تكون الثلاجة ممتلئة أما الاهتمام بالخلق أما الاهتمام بالزوج أما التزين للزوج والتلين والخضوع له فهذا حديث لا تحدثنا عنه أيها السيط كثيرات أولئك يا أخواتي ويا إخوتي النساء اللواتي يرفعن أصواتهن على أزواجهن ولا ينبغي للمرأة أن تكون كذلك فإن المرأة من طبيعتها الردقة والليونة فإذا ما فرجت عن هذه الدائرة الفطرية الدائرة الإلهية التي خطها الله عز وجل حولها فإنها تسترجل وإذا استرجلت خرجت عن طبيعتها وخرجت عن حقيقتها عند ذلك حدث لهذا البيت حدث عن هذا البيت الذي اجتمع فيه رجلان ورأسان كل منهما يريد أن يدير الأولاد بتربيته وآرائه الخاصة حدث ما شئت ولا حرج عن المفاسد المترتبة على ذلك حذار يا أختي المرأة أن تسقلي كاهل زوجك زوجك بالمطالب الكثيرة وهو الرجل الذي يحمل أعباء الحياة كلها عنك وهو الرجل الذي يحرس الوطن وهو الرجل الذي يطرد اللصوص وهو الرجل الذي يحميك ويحمي عرضك ويحمي حياتك وهو السور حولك وحول بيتك من أن تمتد لك نظرة آثمة أو تمتد لك يد ملوثة فكوني مع زوجك متعاونة معه طائعة له تسيرين كما يأمرك فإن نبيك عليه الصلاة والسلام قد قال إذا صلت المرأة خمسها وحفظت فرجها وأطاعت سوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاء والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب إحدى النساء فيقول وينبهها إلى طاعتها لزوجها زوجك هو جنتك ونارك يعني هو سبب في إدخالك الجنة وسبب في إدخالك النار فإن أطعته على نهج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى وفق أوامر القرآن دخلت الجنة وأما إن استرجلت عليه ورفعت صوتك أمامه وأثقلت كاهله بالمطالب عند ذلك تنحرفين عن طريق الصوار ولا يوجد أمامك إلا نار جهنم تنتظر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا خرجت المرأة من بيتها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع وفي حديث آخر إذا خرجت المرأة من بيتها بغير إذن زوجها لعنها كل شيء في السماء وكل شيء في الأرض ما عدى الإنس والجنة حتى ترجع وفي حديث آخر إذا دعى الرجل زوجته إلى فراشه فأبت عليه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح لعنتها الملائكة حتى الصباح فكثير يا أخواتي أولئك النساء اللواتي اكتفين بوجودهن في البيت وجعلن جميع الأعمال إلى الخدم فالطبخ إلى الطباخة والغسيل والتنظيف إلى الخادمة وخدمة زوجها إلى الخادمة والأمور الخاصة بزوجها إلى الخادمة أما هي فشأنها في البيت أن تضع رجلاً على رجل وأن تمسك سماعة الهاتف لتوالي أوامرها على الناس إلا الذين يعملون تحت إدارتها المرأة في البيت يا أخت المسلمة امرأة تستطيع أن تكسب زوجها بكلامها وتستطيع أن تمتص آلاما وأتعاب زوجها بحنكتها ولباقتها وحسن حديثها وطيبه مع زوجها ما أروع المرأة التي عندما يأتي زوجها مثقلاً بالأهب الهمومي والأعمالي ظهراً تستقبله بالتحية الحسنة وبالسلام الذي يليق بمقامه فتخفف آلامه ببسمة على باب البيت ثم تدخله فيدخل فيرى البيت نظيفاً يتلألأ نوراً ويرى أولاده وبناته نظيفات فيسرع إلى تقبير أولاده وبناته ويسرع إلى الجلوس مع أولاده يتناول معهم طعام الغداء إنه بهذا الفصل القصير الاستقبالي ينسى جميع الهموم التي واجهها في معمله وإن أكبر مصدر يا إخوتي للسعادة هو الأولاد فإذا ما رأى الأب أولاده أمامه نظيفين كأنهم لؤلؤ منسور يتناقلون في جنبات البيت ويتمازحون ببعض الألعاب لباسهم نظيف ألعابهم مرتبة شعرهم مرتب ينظر إليهم نظرة فيمتلئ قلبه بالحنو والسرور والانبساط عند ذلك سيكون هذا البيت روضة من رياض الجنة ويكون بستاناً قد تمايلت فيه الزهور وعبطت فيه الورود وانتشر فيه الأريد بيتٌ بني وحسس على التقوى وربي على لباقة وحسن تصرف الزوجة كثيرات أولئك النساء اللواتي يستقبلن أزواجهم بالعبوس والبكاء ليستجيب إلى مطالبها وهي تعلم حق العلم أنه فقير وهي تعلم حق العلم أنه استدان هذا الشهر ليتمم لها مطالبها وهي تعلم حق العلم أن الفسطان الذي تطلبه من زوجها هذا الشهر يكلفه الكثير ويثقل عليه الكثير ولكنها قد ربيت على غير تقوى الله وقد ربيت على غير نهج الله فلذلك لا تسأل عن هذا الأمر فهي تلقي مطالبها ولا شأن لها بزوجه فتراه مهموما مغموما يهرب من البيت ليتزوج بأخرى غيرها أو ليختار بعض الندماء وبعض الأصدقاء يجلس معهم يخفف عن آلامه لقد اجتمع جماعة أيها الإخوة وتحدثوا فيما بينهم ما هو أقوى شيء في هذا الكون فقال الأول أقوى شيء هو الجبال قال الثاني لا يوجد ما هو أقوى من الجبال ماذا؟ قال له الحديث يقطعها ويفتتها ويزيلها من أصلها قال الثالث هناك ما هو أقوى من الحديث قالوا ماذا؟ قال النار تلينه وتذيبه قال الرابع هناك ما هو أقوى من الحديث وأقوى من النار قالوا ماذا؟ قال الماء يطفئها ويهدئها قالوا فما هو أقوى من الماء؟ قال المزن والغيوم والسحاب تسير الماء كيف شاءت قالوا هناك ما هو أقوى من المزن؟ ما هو؟ قال الريح تسيرها شرقا وشمالا قالوا هناك ما هو أقوى من الريح هو الرجل الإنسان يشتمل بثيابه فيتصدى للريح مهما كانت قوية قالوا فما أقوى من الإنسان؟ قالوا النوم إذا أتى على الإنسان مهما كان جلدا وصلبا قويا يسيطر عليه النوم فتغزو جيوشه أجفانه فيغلبه قالوا هل هناك شيء أقوى من النوم؟ فأجمعوا على الهم قالوا إن أقوى شيء في هذه الحياة وأقوى من النوم الهم إذا جاء الهم على الرجل منعه من النوم وأنت أيتها الأخت المسلمة باستطاعتك أن تخففهم زوجك وباستطاعتك أن تجعلي زوجك لا يفكر فيهم أبدا فإذا مهتم يوما من الأيام بالديون التي أثقلت فأنت تخففين عنه إنساء الله فتقتصرين من النفقة هذا الشهر وتقصرين من هنا ومن هنا وتحتفظين له بشيء من الدراهم وفي آخر الشهر تقدميه له أهلا هدية ليسد ديونه وليخفف عن كاهله ما أرعى تلك المرأة التي تتساعد مع زوجها في هذا المجال أما أن تنقلب المرأة فتصبح رجلا في البيت آخر ويصبح الرجل هو الذي يتلطفها ويسايرها ويلينها وهي أمامه صخرة كأداء والله ما هكذا الفطرة قد حدثني شخصا عن زميل الله يقول كان آباؤنا وجداتنا عندما الأب والجد يريد النوم الأم تجلس حارسة عليه تسكت الأولاد وتبعث على الارتياح في هذا الجو وتهيئ له الهدوء حتى ينام ويستريح ويستعد ليومه الثاني من العمل يقول أما اليوم فانقلبت الآيات فأصبحت المرأة المدللة تذهب إلى العرس والزفاف فتسهر حتى الساعة الثالثة صباحا فتأتي وهي مثقلة بالنعاس فتنام ولا تستيقظ على صلاة الفجر ويستمر نومها إلى الظهر أما وظيفة الزوج في هذا البيت فهو يهدهد الأطفال ويهدئهم حتى لا يزعج أمهم التي قضت ليلتها في حفلة العرس فهو يصيع على هذا ويعبس في وجه هذا ويمسك العصى وراء هذا ويقول له يا ولدي احذر أمك نائما هكذا انقلبت الأمور يا إخوتي وانعكست أبدا ليس هذا هو الفطرة الفطرة أن تكون الأم هي الراعية لزوجها وهي التي تحافظ على هدوئه وتمتص آلامه وأتعابه حدثني مأذون شرعي يعقد القران على كثير من الفتيات والفتيان يقول والله لو سمعت الشروط التي تشترطها بعض النساء لتعجبت كثيرا ولشاب شعرك الأسود من هولها ولكن ما كل ما يعلم يقال فإن المرأة عندما تعجب عقدها على رجل من الرجال وهي قد بحثت عنه وتمنته أياما طويلة وشهورا متطاولة عند ذلك تشقيه من أول خطوة في هذه الحياة فهي تشترط بعد الزواج أن تتم عملها وأن تتابع وظيفتها وأن يكتب لها في نص العقد لأن يهيئ لها سواقا وخاتما سواق يأخذها من بيتها إلى مكان العمل تجعل هذا شرطا في العقد متى كان هذا يا إخوتي في حياة الصحابة متى كان في حياة التابعين متى كان في حياة المسلمين الصحيحين تشترط المرأة على زوجها أن يترك أهله ويترك ذويه ويترك بلده وتقول لا أوافق على الزواج منك إلا إذا سكنز في هذا البلد فلماذا التعقيد والعراقيل من أول خطوة في هذه الحياة إذا كانت العراقيل والتعقيدات من أول خطوة أنت السبب فيها أيتها المرأة فماذا تنتظرين في حياتك هل تنتظرين من الزوج أن يبقى طوال حياته خافضا رقبته لك هل تنتظرين من الزوج أن ينقلب من رجل إلى امرأة مثلك لا يا ربتي إنك إن خرجت عن قواعد الإسلام وإن خرجت عن نهج النبي عليه الصلاة والسلام في طاعتك لزوجك تخسرين هذا الزوج وهو أهم إنسان في هذه الحياة عندك وأهم رجل عندك قد تركت أباك وأمك من أجله وتركت زميلاتك وصاحباتك من أجله وتركت الدنيا كلها وتنازلت عن كثير من متعها وعن كثير من أفكارك وعن كثير من الخيالات التي نسجتيها كل ذلك من أجل زوجك أتفرطين فيه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرطاه وأن يوفق زوجات المسلمين جميعا لإطاعة زوجاء أزواجهم إنه على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوزا للمستغفرين أستغفروا الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر واخلعوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر وحافظوا على الصلوات وحضور الجمع والجماعات واعلموا أن الله عز وجل قد أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه حيث قال جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيتها الأخوات المسلمات إن من أعظم ما يقربكن إلى أسواجكن هو التزيّن لهم ويا أيها الإخوة المسلمون إن من أعظم ما توجّهون به نساءكم هو هذه الأخلاق المحمدية وهذه الأخلاق النبوية أنت تملك ثمامها وتملك أن توجّه زوجتك إليها هكذا كانت حياة نبيكم عليه الصلاة والسلام وهكذا كانت حياة الصحابة رضي الله عنكم فلقد جاءت زوجة عثمان بن مصعون إلى عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فرأتها عائشة متبذلة ليست متزيّنة فقالت لها أمشهد أنت أم مغيب أي أزوجك حاضر أم مسافر غائب قالت بل زوجي حاضر ولكنه لا رغبة له بالنساء فسكتت السيدة عائشة وسرحت هذا الحال إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان بن مصعون فقال له أتؤمن بما نؤمن به قال بلى يا رسول الله نعم أؤمن بما تؤمن به قال فأسوة لك بي أي تأست بي وفهم الحديث عثمان ورجع إلى زوجته فأدخل السرور عليها فعند ذلك اختضبت وتزيّنت وأصبحت حياتهما حياة أخرى الأمر يا إخوتي في يد الرجل والأمر الثاني وهو التمام والتكميل والتتميم من المرأة فعلى الرجل أن يوجه زوجته إلى هذه الأخلاق النبوية وعلى المرأة أن تتقبل منه وأن تكون عاملا في إسعاد زوجها وعاملا فيها أن تكون هذه الحياة حياة سعيدة كريمة لأن معاملة الزوجة لزوجها يؤثر في الأولاد ويرب البنات والأولاد في علم لا شعور تصبح البنت متربية على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن تشاهد أمها تحترم أباها وتوقره وتكلمه كما يكلم الأمراء وكما قالت ابنة سعيد بن المسيّب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا شيء شيء آخر أحب التنبيه عليه وقد نبهت من قبل وهو بعيد عن موضوعنا بعض الإخوة الأفاضل يقومون بين الخطبتين فيصلون ركعتين أو يقوم في الخطبة الثانية فيصل ركعتين هاتان الركعتان غير مشروعتين ولا أصل لهما لا في كتاب ولا في سنة اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونحفر استروبنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم لكل خير ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظ أعراضنا اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم لكل خير ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطبئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تتعلن ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا شابا إلا هديته ولا ضالا إلا إلى طريق الصواب رددته ولا بنتا إلا إلى الحجاب رددتها ولا زوجة إلا إلى طاعة زوجها رددتها يا مجيب السائلين عباد الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أخي بالصلاة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار شكرا